خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله سنرتقب عبور سلسلة من الاترابات الجوية الأول سيكون خلال يوم التولداء بحول الله يخص كل المناطق الشمالية بصحب سفلة الأجواء ستكون غائمة على العموم بسواحل الوسطى والشرقية الأمطار أيضا بحول الله ستكون حاضرة دباب سيميز المرتفعات الوسطى والشرقية سحب عبرة نحو المرتفعات الغربية والرياح ستشتد على كافة المناطق الساحدية بينما بالجنوب الأجواء ستكون مشمسة على شمال الصحراء أقصى الجنوب الجنوب الغربي بينما ستكون غائمة على العموم بسحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب الشرقي احتمال لأمطار محلية خاصة بالسحراء الوسطى درجة حرارات تقارب المعدل الفصلي يوم الأربعاء اتراب جوي آخر سيشمل المناطق الغربية والوسطى وحتى بسواحل الشرقية يخصها ببعض الأمطار المحلية رياح قوية دائما نحو المناطق الساحلية تحسن في حالة التقس نحو الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب الشرقي يوم الخميس بإذن الله تبقى جواء مشمسة على كافة مناطق الجنوب الكبير وسحب عبرة ستميز كل المناطق الشمالية بقايا الأمطار تبقى تخص سواحل الوسطى والشرقية ورياح قوية نحو السواحل الغربية الهضاب الوسطى وكذلك الشرقية